اشتركوا في القناة يقول في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاء انا الرب حارسها اصقيها كل لحظة لان لا يوقع بها احرصها ليلا ونهارا ليس لي غيز يعني ايه الكلام ده يعني ربنا بيقول ان احنا كرمة مشتهاء هو بيحبنا جدا زي ما قال في لقى 12 لا تخف ايو القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت فاحنا موضع مصرة الله ربنا عاوز يدينا كلنا الملكوت غنوا للكرمة المشتهاء انا الرب حارسها ربنا اللي بيحرص الكنيسة مش الاشخاص ولا القوة البشرية ولا السلطة ولا اي شيء ربنا بنفسه هو اللي بيحرص الكنيسة زي ما قال لي شاول 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 لماذا تضطهدني انت بتضطهدني انا فربنا هو اللي بيحمي الكنيسة غنوا للكرمة المشتهاء انا الرب حارسها اصقيها كل لحظة يعني ربنا اللي بيدي النعمة كل يوم لولاده ربنا اللي بيدي الفرح كل يوم لولاده ربنا اللي بيعطينا كل يوم من غناء كل يوم أسقيها كل لحظة وبعدين بيقول أحرصها ليلا ونهارا ليلا مقصود فيها في وقت الضيقات الصعبة ونهارا في الأوقات العادية وآخر حاجة جميلة قوي في الآية دي بيقول ليس لي غيز يعني ربنا مش متغاز مننا حتى في ضعفاتنا ممكن ربنا يبقى حزين علينا يقول يخسارة انتو بتسوي انبوع المياه الحية تحفر ان انفسكو قبارة مشققة لا تضبط ماء يخسارة انت بتسيبني وتروح للصراب في العالم انا مش متغاز منك انا مش متدايق منك لكن انا حزين عليك فربنا بيدعو كل واحد فينا ان هو يقبل النعمة بتاعته يقبل المحبة بتاعته وعشان كده كنيسة بقت الآية دي هي اللحن بتاعها في القداس الالهي لما بنصلي في الاسباصمس الواطس في القداس اللحن بتاع ايها الرب اله القوات يقول ارجعي رب وانظر وتعهد هذه الكرمة هذه التي غرستها يمينك فكل الكنيسة بتصرخ وتقولوا رب دي الكرمة بتاعتك وربنا بيقول لنا دي الكرمة الملئنت ولكرمة المشتهاء عشان كده نقول الآية تانية اشعية 27 آية 2 ياريت نحفظها غنوا للكرمة المشتهاء انا الرب حارسها اصقيها كل لحظة لألا يوقع بها احرصها ليلا ونهارا ليس لي غيز لإلهنا كل مجد وكرامة لابد امين اشتركوا في القناة